تليني أكون أكثر وضوح وصراحة وأقول هو الموضوع ده بالله عليكم أولى أن احنا نتكلم فيه يا إبراهيم الموضوع اللي احنا نتكلم فيه أولى أن احنا نتكلم فيه من توسع ولا نتكلم على تخريف ونتكلم على جن وعفريت ونتكلم على سحر وحسد واتكلم على شعوزة ولا نتكلم على عن تيل وعن تيلة وكأنهم حولوا المجتمع المصري إلى إما عن تيل وإما عن تيلة والمجتمع المصري بريء من كل هذا بقول تاني أنه عيب علينا ما يصحش عيب المفروض نختشي المفروض نخاف من ربنا المفروض نخاف على بلدنا وبناتنا وولدنا وشعبنا وسمعتنا وعيب أننا حتى لو كانت بعض الأمور حقيقية ما ينفحش أننا إيه النهم الشديد والشهوة الشديدة من تداول وتناول فضائح الآخرين لماذا هذا الإصرار وهذا التعمق وهذا الاهتمام الشديد بكل ما يشين المجتمع وكأن هناك خطة ممنهجة يقضها أحد أو جهة في الخفاء لدفعنا دفعا إلى أن احنا نقوم بقطع شرائنا الوطنية ليه؟ ليه؟ أنا عندي لو أنا تكلمت وناس تكلمت بزمتكم المشروع الموضوع بتاع الدكتور السنان الراجل بتاع الأسنان ده الدكتور بتاع الأسنان أي أن كان اللي تقال والله العظيم والله العظيم أنا كنت قاعد بتفرج على أحد البرامج وواحد أنا مكتوب عليه ممثل والله يا عمر ما شفته والله عمر مش إن أنا جاهل بالفن لا والله عمر ما شفته هل هو بقى كنبارس بقى ما احترامل الكمبارسات ولا هل هو أنا معرفش والله ولا هو درجة تانية أنا معرفش بس راجل بتكلم كده فخور أنا تم التحرش بيه ثلاث مرات كان هاري سويد بتكلم بشكل أنه يعني أنا مش عايز أقول كلام يعني يزعل مش عايز أقول كلام يعني بفيه موقف لكن بقول عيب عيب إن في راجل يقف ويقول لك فلان تحرش بيه عيب عيب ده إحنا في موقع وبعدين بحاول أن مش عارف يعمل إيه وحاول أنه هو يتحسس إيه إيه يا جمال للدرجات دي عيب 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 في أمهات وفي بنات وفي نفس يعني يعني في حياء فيه خجل فيه أدب فيه فيه ملا ملا كل ما يعرف ما ينفعش الألف وسائل الإعلام هو أنا كل حاجة اللي سيقولها قدام حضراتكم ما ينفعش فيه لكل مقام المقال الإعلام والتلفزيون والشاشة اللي قدام دي بتوصل لكل بيت أنا يعني يتقطع لساني لما أغلط غلطة تشين أو تهين واحد في عرضه والله يعني فعلا إحنا فيه مأزق تاريخي فيه اختيار أولوياتنا واكتماماتنا النهاردة المجلس الأعلى امبرح بالليل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جاب طلع بيان وقال إحنا في حالة انعقاد تام وأنا يعني فعلا النهاردة كنا في المجلس وبنتكلم على إحنا مش عايزين نمنع ومش عايزين نقفل ومش عايزين نغلق ومش عايزين نحاسم إحنا عايزين نضبط الإقاع عايزين فقط نضبط إقاع العمل يا جماعة اختاروا اختاروا ما يليق بالمجتمع اختاروا ما يليق بالمرحلة اختاروا ما يليق بالإصلاح اختاروا ما يليق باسم مصر اختاروا ما يليق بسمعة مصر مش عايز أقولك اشتغل بس في هذا الجانب عندي سلبيات اتكلم في السلبيات زي ما انت عايز عندي فيه مشاكل مجتمعية خليك حريص قبل ما تتكلم على واحدة ست تخيلها مراتك تخيلها أمك تخيلها أختك تخيلها بنتك واكتب يا سيدي وقول يا سيدي وغن يا سيدي قبل ما تتكلم على واحد تخيل نفسك مكانه قبل النيابة ما تصدر قرار مش من حقك تقول مش من حق الإعلام يتحول إلى وسيلة محكمة مش من حق الإعلام يتحول إلى ساحات قضاء مش من حق الإعلام أو الكاتب أو المدون أنه هو ينصب نفسه قاضي لا يجوز لا يصح عيب ما يصحش حرام بكل الكلمات بقول أنه إحنا مش قضاء والناس المفروض ينتبهوا أن إحنا بنضمر بيوت بنضمر بيوت إحنا فيه اغتيال معنوي تم لفتاة المحلة اغتيال معنوي اغتيال ما بعده اغتيال فيه اغتيال معنوي الراجل طبيب الأسلام لو طلع براقة مين هيرجع له كرامته تاني بعد ما تسوق وتصور على إيه أنا معرفش هو بريء ولا مزنب مين يعرف مين فينا يعرف أنت بتسمع طيب يمكن كداب اللي بتكل ويمكن صادق مين اللي يفصل في الأمر القضاء والقضاء والنيابة والمحاكم المجتمع مش غابة المجتمع منظم والمجتمع فيه مؤسسات والمؤسسات بتدير وبتتحرق وفي الآخر إحنا في الإعلام بنضيق بننير بنوجه بنقول بننقل أخبار للناس محدش يقول لي مساحة الحرية حرية إيه اللي فيها اغتيال حرية إيه اللي فيها البي بي سي في إحدى الأحداث الشهيرة كانوا عاملين تقرير بيتكلموا عن التحرش بالأطفال وجابوا ناس بتتكلم وأشار أحد هؤلاء إنه لما كان طفل من عشرين سنة تحرش به أحد أعضاء مجلس العموم كلام عام واحد على الفيسبوك كتب آه ده يقصده فلان الفلاني خد بالك وسيلة الإعلام اللي هي البي بي سي ما قالوش اسم النائب خالص ده واحد بيقول إنه تحرش بيتكلم من عشرين سنة فاتت حد على الفيسبوك قال آه ده يقصده فلان الفلاني إذن تم إيزاء نفسي واغتيال معنوي لأحد الأشخاص سواء بالصحة أو بالغلط البي بي سي اعتذرت والراجل المدير البي بي سي استقال بعد عشر دقايق لأنه حرية الناس أنت مش قاعد ماسك مايكروفون ومش قاعد ماسك ألم عشان ندبح الناس بقول دور الإعلام أرقى من ذلك بكثير أفضل من ذلك بكثير أهم من ذلك بكثير بتكلم إحنا بنتكلم على دكتور بيتحرش أو بيقول عليه بيتحرش ولا ستة مش عارف إيه ولا مين عمل إيه وسايبين الهم وسايبين الغم وسايبين التحديات وسايبين كلاب السكك بره بينهاشوا فينا سايبين كل من هب ودب من المرتزقة في عقول إنسان عملين يشناه علينا شايفين خطط وشايفين إخوان بيتحركوا وشايفين تحديات وعندي صد نهضة وعندي أزمة اقتصادية وعندي كورونا وعندي إرهاب وعندي وعندي وأنا بتكلم على دكتور قال بيتحرش مين عيب ما لكم كيف تحكموه أنا آسف والله بتكلم على مشروع قومي اسمه مشتقات البلازمة قدني إلى إنه مهم نتكلم فيه قدني الكلام إنه أهم جدا من اتقارات تحرش وقضاء العنتلة الجديدة اللي احنا نشغالين فيه ايه 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 فقه العنتلة الجديدة اللي بتكلموا فيه كل شوية واحد يقولك ده عنتيل كذا ده إيه حق في البطرشين ده إيه حق في البحيرة ده إيه حق في الغربية ايه يا جماعة ايه يا جماعة التقطيع الفض في هذا المجتمع المجتمع ما يستحقش مننا هذا وأنا بقول تاني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون حاسما حاسما بقرارات حاسمة ومؤلمة لكل من يحاول إنه يمس أمن المجتمع قولا واحدا احنا عندنا فيه أصول هو احنا الخط الفاصل بين الحرية وبين المسئولية واضح جدا يا جماعة فيه أكواد يا أخي اسأل ضميرك يا أخي اسأل نفسك بقولك من غير ما تقرأ خوانين ولا تستير هل ترضاه لأمك لأختك لبنتك لزوجتك وتصرف هل ترضاه لنفسك اتصرف احنا مش قاعدين مسكين كربيج للناس اللهم بلغت اللهم فشل